تعيش أغلب العائلات الجزائرية على وقع التحضير للدخول المدرسي الجديد بعد إعلان وزارة التربية عن موعد الدخول الذي سيكون في غضون أيام قليلة وجد الأولياء أنفسهم أمام موعد ضيق لاقتناء مئزر وملابس الدخول المدرسي لأبنائهم خصوصا ذوي الدخل المحدود بسبب الأسعار المرتفعة وتسامن الدخول المدرسي الجديد مع موسم التخفيضات في المقالات الكبرى أو حتى الأسواق إذا توفروا الصلاع بشكل كبير وبأسعار معقولة نسبيا وقد قدرت كسوة كاملة للطفل الواحد بسبعة آلاف دينار كقيمة متوسطة بدون محفظة الملابس حوالي حتى الستميل دينار ستميل مع البسكت والآخر أميليون كاتسون ما عاش كيتشان اللي عنده مدخل محدود ما يقدرش معه زيادة في الأسعار لا يعطيه كما يقوله لا يعوونها يكون معهم إن شاء الله اختيار ملابس أنيقة ومريحة ملائمة مع القدرة الشرائية للأولياء هي بمثابة مهمة جد صعبة في الوقت الراهن خصوصا مع غلاء المعيشة